السلام عليكم ورحمة الله و اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد في هذه الحلقة بحول الله سنتعلم حل هذه المشكلة التي يعاني منها الجميع وهي اقتلاع المفاتيح الكعربائية من مكانها وبالخصوص احبابي في الله تقع هذه المشكلة مع البرزات او مآخذ الطيار عندما نقوم بتركيب اي فيش او اي شاحن يتم لمجرد سحب هذا الفيش او هذا الشاحن يتم اقتلاع البرز من مكانه كما هو الحال مع هذا الانتريليبتور دوبل ضائفين او المفتاح المزدوج كما تشاهدون لدينا فراغ في هذا الجانب هو الذي يعيق عدم تتبيت الانتريليبتور بشكل جيد حتى وان قمت بتتبيته عدة مرات لن يتم تتبيت هذا الانتريليبتور في مكانه لماذا؟ لان هناك فراغ بين البوات والصبور الخاص بتتبيت الانتريليبتور حتى وان قمت باعادة تتبيته مرة اخرى لن يتم تتبيته مع البوات او البوات روند الخاص بالتتبيت في البداية أحبابي في الله دائما أقوم بقطع الطيارة الكهربائي ثم أقوم بمباشرة العمل بكل سلام وأمان للتذكير أصدقائي هذه الطريقة فقط تنفع مع البوات روند ليس مع البوات دونكسخيمو المربع لأن البوات المربع لديه براغي خاصة بالتثبيت إذن أحبابي في الله لحل هذه المشكلة أول شيء سنقوم بملء هذا المكان المخصص لتثبيت الصبر الخاص بالأنتريليبتور وهو الذي يضر أمامنا في الصورة في الجانب الأيصر والجانب الأيمن حتى يكون شكل هذه البوات دائري ويتم تثبيت الأنتريليبتور بكل سهولة أولا أقوم بقطع الطيارة الكهربائي من الدينكتور عن طريق الضغط عن هذا الزر الأحمر وأقوم بعد ذلك بتنزيل القواطع بهذه الطريقة لأشتغل بكل سلام وأمان على هذا الشكل فقط للسلام والأمان أحبابي في الله سنتوجه الآن لأخذ إناء ووضع القليل من الماء ثم أقوم بإضافة الجبس بهذه الطريقة إن كان متوفر لديكم الإسمنت الأبيض يمكنكم إضافته مع الجبس حتى تحصلوا على عجين متماسك وقوي أنا لا أتوفر على الإسمنت فقط سأقوم بإضافة الجبس كي أوصل لكم الفكرة أحباب في الله سأقوم بدمج هذا العجين بهذه الطريقة هكذا ثم أقوم بدمجه بشكل جيد وأبدأ بملء هذا الفرق بهذه الطريقة ودائما أنا أعمل وأنا فاصل للطيار الكهربائي لكي أقوم بالعمل بكل سلام وأمان سأبدأ بملء هذه الجوانب من الأعلى ومن الأسفل وأقوم بعمل شكل دائري يشبه البوت الداخلي أو البوتروند بهذه الطريقة سأستمر على هذا الشكل ثم سأقوم بتركه حوالي دقيقتان إلى خمسة دقائق حتى يجف هذا الرجبس من الماء ثم أقوم بإزالة وتنظيف بقايا الرجبس بعدما تركته لوهلاء تم تجفيف هذا الرجبس سأقوم الآن بعملية الفينيسيوم وأقوم بإزالة بقايا الرجبس بهذه الطريقة هذه الطريقة ستنهي هذه المشكلة إلى الأبد ولن يتم اقتلاع الانتريليبتور وخاصة مع البرزات من مكانها بعد الآن هكذا ويمكنكم تنظيف الرجبس بفك البراغي أو ما هو متوفر لديكم سأستمر على هذا الشكل حتى أحصل على شكل دائري يشبه البوات بهذه الطريقة وقد انتهيت بعدما قمت بتنظيف المكان بشكل جيد الآن أحبابي في الله فقط سأقوم بإعادة الانتريليبتور إلى مكانه وسأبدأ بتتبيت البراغي من الجانب الأيمن والجانب الأيصر وبهذه الطريقة لن يتم بعد الآن اقتلاع الانتريليبتور أو البرزات من مكانها حتى مع قتلة الاستعمال حتى وإن قمت بإدخال الشاحن وصحبه عدة مرات بكل قوة إذا لاحظ أحبابي في الله تم تتبيت الانتريليبتور بشكل جيد ولن يتم اقتلاعه من مكانه كان هذا كل شيء أحبابي في الله إن أعجبكم على الفيديو لا توقعنا بالضغط على زر لايك وأدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لا تتوصلون بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته